السلام عليكم! اليوم نخرجت ب 것을 تعلم ان ايرفيرونار سيattiار من المنتخب ومصادر مقربة عن الجامعة سي dressing عن اشرار بجية الفروفي باعلان الجامعة المالكية المغربية acceleration سيقول أن ايرفيرونار سيكون مخضوح قرار معه لا من الطرف المدرب و لا من الطرف الجامعة على المستقبل المدرب مع المنتخب المغربي وكذلك في تدوين الأير فيرونار اليوم فهو أكد بأن الخبر ذي أنه قدم الاستقالة دياله باشي يحيد من التدريب ديال المنتخب المغربي هو مجرد إشاعة وقال كذلك بأنه بمطلب منه كان تواصل لهم عفوز القجاع وقاموا بحاصيلة ديال الكأس أفريقي الأخير اللي كانت في مصر ما هو إيجابي وما هو سلبي وكذلك اعطى رأي دياله في المشاركة هذه ديال المنتخب المغربي وكذلك فجميع القرارات أكدوا بأنها ما تخرش للعلن إذن هنا ربما بأنه كان شوية ديال الغموض الأمر ديال الأخبار اللي كانت تعلق الرسمية اللي كانت تعلق بالمدرب والمستقبل دياله مع المنتخب المغربي كيقول بأنها ما تخرش للعلن ربه بأنه هناك فينك الخطأ غادي تولي الإشاعة وكل واحد غادي يغني حسب ليله كل واحد غادي يقول الأشياء اللي يبغى الجمهور المغربي من حقه أنه يعرف ما هو رسمي كان الأشدر والأولى أنه من بعد كأس أفراقيا يكون هذا التقييم بندوة صحفية يحضر لها الكل باش أنه نعرفوا ما هو الشيء الإيجابي والسلبي اللي كان عند المنتخب المغربي فاضل كان هذا ما تكونش فقط أنه من بعد كل واحد شد الطائرة واقصد الوجهة دياله كل اللي مشدر وجهة سياحية ونسى جامع التفاصيل وبالزاف ديال الأشياء اللي عصبات الجمهور المغربي من الإقصاء اللي خرجنا على يد منتخب منصنفش مزيان داخل القارة اللي هو البنين وخرجنا في واحد مفاجأة اللي فاجأت كل وجامع المغاربة عندهم حسرة إيرفيرونار ما زال عنده عقد مع الجامعة كي ربطه حتى الآلفين واثنين وعشرين بالمنتخب المغربي كان عرفوا بأنه في أي عقد كيكون شرط جزائي شرط جزائي ربما بأنه كيوقف حاجز مانيع أمام الطرفين الجوج الجامعة إلا بغاية تقيل المدرب خصة تخلص لي هذا الشرط الجزائي وهنا غاية يكون وحد خطأ كبير بحكم أن إيرفيرونار شئنا أم أبينه بأنه قدم أشياء إيجابية للمنتخب المغربي وده بشوية غاية نعطيكم بعض الأرقام دي الإيرفيرونار مع المنتخب المغربي وكذلك الطرف الآخر اللي هو المدرب إلا بغاية يقدم الاستقالة دياله خصو يخلص الشرط الجزائي هنا غاية يكون صعيب على الطرفين أنهم يخضوا المبادرة إيرفيرونار فهو قدم أشياء إيجابية للمنتخب المغربي باش ما نشوفوش فقط الأشياء السلبية والنصف الفارغ من الكأس نشوفو النصف الممتلئ وهو بعض الأرقام اللي قدم إيرفيرونار ربا بأنه تشفع للمدرب وكذلك للجامعة أنه تخليه حتي يكمل العقد دياله في الفين واثنين وعشرين شخصيا أنا معالي يبقى على إيرفيرونار مع المنتخب المغربي هذي فقط وجهة نظر ربا بأنها يكون معايا بعض الأخوة وكذلك ربا بأنه يكونوا بعض الأخوة عندهم رأي مخالف وهذا لا يفسد للودقة دياله فالموضع واحد وكل واحد كي يتناولو من الجهة دياله باش ما نكونوش فقط أننا نبخص الحق دي الإيرفيرونار والعمل دياله مع المنتخب المغربي وهذا مش يدفع عن المدرب بل إحتى هو كانوا عنده أخطاء كبيرة مع المنتخب المغربي وفي تدبير المرحلة ولكن باش نكونو منطقيين وموضوعيين المنتخب المغربي من بعد ثوبات عميق فهو رجع للطريق الصحيح إيرفيرونار من بعد كنا في الرتبة 81 عالميا في تصنيف الفيفا وصلنا الحاليا للرتبة 47 عالميا وهذه النقطة تحسب الإيرفيرونار من خلال المباريات العمومية والكاملة بما فيها المباريات الرسمية والمباريات الودية إيرفيرونار خذى 43 المباراة مع المنتخب المغربي ربح في 23 تعادل سعود لمباريات وخسر في 11 إذن 23 انتصار مقابل 11 ربب بأنه رقم إيجابي للمنتخب المغربي يحسب للرجل على الإشراف دياله للإدارة التقنية للمنتخب المغربي المدرب رفقت المنتخب المغربي الهجوم دياله تسجل 59 هدف واستقبلنا 28 كلك يشوف بأن المنتخب المغربي في الحقبة دي الإيرفيرونار استطعنا أننا نفكو بزاف ديال العقد كانت عندنا مع بعض الفورق والمنتخبات داخل القارة لمن الكاميرون ومن سحيل العاج وكذلك جنوب أفراقيات وكذلك ما ننسوش بأنه في الأمس القريب كان عندنا مشكل وعقدة ديالي 20 سنة للمنتخب المغربي ما قدرش أنه يوصل للمونديال ووصلنا لها معهد مدرب هذا وأيضا العقدة ديال تزاوز الدور الأول في كأس أمم أفراقية معهد المدرب هذا جوج ديالي كان لإخدام عنا 2017 تدهور القاري اللي كانت في القابون المنتخب المغربي مر على رأس المجموع اللي كانت تضم الكود ديفوار طوقه الكونغو ديمقاطية بس هذه النقاط في 2019 المنتخب المغربي مر بالعلامة الكاملة متصدرا للمجموع اللي كانت ضم أيضا الكود ديفوار جنوب أفريقيا وناميبيا ولكن من السلبية أيضا وهي أيضا عديدة المنتخب المغربي بقيادة رونار ما عرفش أنه يدبر المرحلة الثانية اللي هي الدور الثاني المباراة الإقصائية المباشرة شفنا الإقصاء اللي كان على يد المنتخب المصري في 2017 والإقصاء المرير اللي كان على يد المنتخب البنيني في التظاهر الأخيرة في 2019 نضيفه إلى هاد الشيء كامل هو أنه إيرف رونار من المدربين القلائل اللي كيحطوا لائحة في المواقع التواصل الاجتماعي ماشي بحال المدربين الآخرين اللي بكل احترافية كيحطوها بندوة صحفية باش كيكون بزاف دي الأسئلة من طرف الصحفة اللي كيحملوا الصورة للرأي العام وكيعرفوا بزاف دي الخيارات دي المدرب علاش بنها هاد الخيارات دياله كيكون تجاوب ما بين الطرفين وهنا كيكون واحد شوية ديال أنه كتوصل لمعلومة للرأي العام اللي منحقه أنه توصله بكل مصداقية أيضا من السلبيات هو أنه إيرف رونار بعيد على مقر الإقامة بحكم أنه كيتواجد حاليا ودائما في السنغال وكيشتغل مع المنتخب المغربي كين هنا يشوي ديال لبس مخصوش أنه يكون دائما في السنغال هو كيشتغل مع المنتخب المغربي أيضا المنابر الإعلامية اللي كيشتواجد فيها دائما وفي الأغلب كتكون المنابر الإعلامية الفرنسية وماشي المغربية راك كتدرب منتخب مغربي ماشي منتخب فرنسي باش أنك تعطي الرأي ديالك على المنتخب المغربي في منابر فرنسية هاد شي ما عندوش منطق بكل واقعية كانت منه إلى إيرفيلونا ارتاقت فيه الجامعة المالكية المغربية وبغاية تكمل معاه إلى حين أنه يوصل نهاية العقد دياله اللي كيكون حتى الـ 2022 تكون واحد شوية دي لأنه بعض الأشياء اللي تصلح اللي منها الخيارات دياله ومنها القرارات دياله وكذلك من هاد الأشياء هادو الإقامة عندو في مراكوش من الأحسن يكون قريب من الدور المغربي في مراكوش باش كل أسبوع يشوف الفورقة المغربية اللي كتنافس في الدور المغربية راح كيني اللاعبين من الدور المغربي السهل وما كانه ضمن المنتخب المغربي الأول خاصة في بعض المراكز اللي فيهم الخاصة أيضا إيرفيلونا راح يكون قريب من مقر العمل دياله باش أنه يكون دائما على تواصل مباشر بالجامعة المالكية المغربية وأهم من هاد الشي كامل هو أنه يبعد على العاطفة اللي كتكون دائما في اللائحة دياله اللي كتكون غدا تشارك في القان شفنا العاطفة اللي كانت والخيارات العديدة المفاجئة اللي كانت في 2017 وكلكم كتذكروا أنه يستبعد حاكم زياش أنا ذاك في أوج تألق دياله أيضا في كأس العالم شفنا بأنه نادل بعض اللعابة اللي ما كانت عندهم مكانة مع المنتخب المغربي وكذلك لثالث مرة وكأس أفراقية 2019 شفنا بأنه بعض الخيارات اللي كان غالط فيها وفقط بالعاطفة نادل على بعض اللاعبين اللي منهم على سبيل المثال داكوستا واللاعب خالد بوطيب خالد بوطيب اللي شفنا بأنه عنده إصابة وملعب حتى شا دقيقة فاضل كان هذا وداكوستا اللي كان يجمع عليه كان اللاعبين داخل الدول المغربي بأنهم أفضل مستوى من داكوستا في طريقة اللاعب دياله مع المنتخب المغربي إذن إيرفارونار عنده إيجابيات وعنده سلبيات إلى بغاية الجامعة أنها تحافظ على هذا المدرب هذا من الأحسن أنها تحافظ عليه فهو عنده الإيجابيات أكثر من السلبيات فقط أنه يصلح هاد الأشياء اللي ذكرنا باش تكون خير للمنتخب المغربي ما بغيناش أنه هاد الشي اللي بنيناه وكذلك إيرفارونار واضع تركيبة بشرية اللي تكون خالف اللاعبين اللي على أهبة الاعتزال حاليا للعباء حاليا كين المستوى ديالهم مزيان واللاش ديالهم ما زال صغير يقدروا يفيدوا المنتخب المغربي بشكل إيجابي في المستقبل القارب دياله ما بغيناش ندوزوا من مرحلة انتقالية اللي تكون صعيبة ونمروا من الإخفاقات بحال اللي كانت من 2004 حتى الـ 2017 فهي كانت فترة طويلة اللي عينينا فيها بزاف وكذلك تقلبات تسييرية وإدارية وتقنية داخل المنتخب المغربي اللي الشعب هو الوحيد اللي تجرع المرارة ديالهد الفشل هذا في السنين الكاملة ما بغيناش رجعوا الخيبات الأمل على أننا كنا نحلموا فقط أننا نشاركوا في كأس أفراقية ما كانش عندنا هدف أننا نوصلوا لأبعاد اللي يقاط منهم كان فقط أننا من اللي كان ربحوا مباراة في الإقصائية كان فرحوا بزاف والداليل على ذلك ربحنا وحد فارق اللي هو عالم أظن موزن بيقف موراكوش بربعة وناضي الجمهور المغربي وفرح بزاف وهذا الشي فهو ماشي من التقافة دي الجمهور المغربي الجمهور المغربي بغى أنه يأخذ الكان وبغي ينفس عليه وبغي يحضر في المونديال مش فقط أننا نفرحه من أجل أننا نتأهله للكأس أفراقية كان أشياء إيجابية مع أير فيرونار وكان أشياء سلبية من الأحسن أننا نتمو العمل اللي بدهه أير فيرونار ونكمله بطارقة عقلانية شخصيا وجهت نظر ديالي المتواضعة أنا معي أبقاء عليه أير فيرونار بيش يكمل العمل اللي بدهه مع المونتخب المغربي واحتى إلا كان قرار أنه يكون إنفصال كان بغي المشروع دي المونتخب المغربي اللي جا يكمله في الآخير كان بغيه الخير والتوفيق والإستمرارية دي المونتخب المغربي يكون من حسن الأحسن ما بغيناش أنه نهبطه المستودينا ونقصه من المستودي المونتخب المغربي لأنه ولات عندنا شخصية داخل القارة الصمراء والأداء دي الفرق اللي كتلعب ضدنا خير ودليل على أن المونتخب المغربي ولكنت تضرب له ألف حساب كان معكم الحجوي من قناة منتخب فانز نتمنى الخيرا للمونتخب المغربي السودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله